استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسلو كوفر رئيس الجمعية الوطنية المجرية بحضور المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وسفير أندراس كوفاكس سفير المجر بقهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر معربا عن تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية المجرية حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة القادمة في جميع المجالات كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة التداعيات الدولية مختلفة الأبعاد للأزمة الروسية الأوكرانية